دعت الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة والصناع اليوم المواطنين للدفع عن طريق الكينت في التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية وذكر بيان مشترك للجهتين أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوا ضد المكاتب غير الملتزمة بوسيلة الدفع عن طريق الكينت أو بالأسعار المعلنة وضف أنه سيتم تشكيل لجنة وعمل مشتركة بين وزارة الداخلية والقوى العاملة ووزارة التجارة بشأن التفتيش على مكاتب استقدام العمالة مشددا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية تجاه مكاتب استقدام العمالة المخالفة للقرارات الوزارية ولقانون العمالة المنزلية ولائحاته التنفيذية وذلك حماية وضمان حقوق المواطنين